السلام عليكم اخواتي ان شاء الله يلقيكم هذا الفيديو في اسن الاحوال اليوم جبت لكم هذه تحلية رائعة يعني كما راكم تشوفوا بذرشية او بالفارولة جي ما شاء الله جيبنينا بزاف وهيلة يعني يمدي لكم واحد المزيجة رائع بذرشية كما راكم تعرفوا صحيين ملاح ملاح الجهاز الهضمي ملاح بزاف بزاف حويش وتشوفوا الطريقة الصحيحة كيف تديروهم يعني بذرشية اذا حبيتوا تديروهم في الماء ولا باش تستفيدوا منهم مثلا في تحلية في مو ملاحة هما ما عندهم حتى طعمة يعني ما عندهم تطعم يعني كيتزيدون في اي حاجة ممشح يفزدو لكم خلاص طعم وكيما لعد احباباتي ما تنسوش تديرو للجام وهايا تشوفوا معايا المقادر وطريقة التحضير بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ بذرشية تعنا كما راكم تشوفوها هما كيذو كنا تهولكم عن قرب يشبهوا شوية بذر الخشخاش وشي هو بذر الخشخاش ممشي كما كهذا جاو رطب بذر الخشخاش ممشي كما بذرشية يجو في هذا يجو رطب هكا ويجو فيه محدد قران رقا هكا راح نضي ملعقة كبيرة درتها في نصف كاس تعمى انتوما اذا حديرو هكا تشربوها بركة دواء يعني لجهاز الهضمي بزفح ويجو كتلكم يعني اقارو عليها وذوق تشوفو راح نضي ملعقة صغيرة بركة في كاس معمر طعمات تخلطوها مليح لما بدرجة تحارط الغرفة مش سخون تحارطها مليح لما بدرجة تحارطها بكيبها تحارطها مليح لتنفخها في الماء و تجد فيها المادة اللي ازيجاتها وتخليو هذاك الخالط تعكم حوالي نص ساعة حيث تشربوه واذا راح نضي ملعقة كبيرة ساعدتها في الماء كما نضي ملعقة كاملة ونضيفها في الماء بارد ونضيفها في السخون ونضيفها كما راح نشوف انا نضرت ملعقة كبيرة على خطر راح تتوزع للعائلة كاملة ساعدت فرد فرد مثلا سنضيفها غير في الماء ونشربها ونضيف ملعقة صغيرة تكفي نبدأ هنا تحليات عناية البنات جبت شوية فاراولا حسبت انا عندي ثمانية كؤوسة جبت حوالي 16 من حباتها فاراولا وقعدت كل كاس نضيفه يعني زوج حبات فاراولا مقطعين هكا عيني ميزاني ساعدتهم كامل يشغلت كل كاس يطيح له زوج حبات قطعتهم هكا مكعبات قطعتهم في القاعدة كاس حبيت نستعمل هذه الكؤوس العاديين يعني بش ما نضيفه لها وحبيت نستعمل هذو كل ينضيفه يعني هذو كل يد قلبه حتى نشوفها ترهد طحلية هذي تنجحنا بعد قلبها او لا في الطبقة الاولى راح نضيفه كاس وربع الماء ودرت ملعقة كبيرة تعني شاء الذرة وراح نضيفه علبة كاملة نضيفه لفرولة بضوقة الفرولة مني راح نضيفه سكر لوليو يعني اكمل تعرفوا الفرولة حلو ما راح نضيفه في نصف لترتاح حالي بيسمه هنا كيضرنا في كاس وربعة راح يجينا حلوب لما نضيفه السكر أصلا نخلطوها اخواتي كما لكم تشوفوه ونرفعوها على النار حتى نطيب النار تختار كما الفرولة العادي اي فيها شوين شا راح يزيد يخثرها ويمسكها مليح بش ما تجيش يعني جارية ونبعد نروح ونكبوها على هذيك الفرولة اللي كنا وجدناها قبل شوفو تحصلوا على خالط هكا كما الطيب راح تغمق شوي في اللون ونضيفها اللي هنا على الخالط هذا هذوك اللي تقلبو يا لبنت شوية ما صلحوا ليش يعني واحدة صلحت وواحدة جاتفاز هذا نيض هلي شغل لازم تديري طبقة شوية تعل فلان كما هكا وبعد بش نضيف الفرولة تاك وبعد بش نتعاود تديري لها الفلان بش هي تمسك يعني شغل هذوك اللي قاعدو موش مغلفين بالفلان هذوك هم اللي يفزوا الديكور تعال الحبه الثاني هذوك تشوفوا معايا بعد عفوا انسوتي ليوم ورا ورايح شوي مهم قلتلكم تشوفوا معايا بعد كينديموليها تشوفوها يعني هي يعطالها جمالية هذوك الفرولة اللي قاعدتها كاك ونبسح في نفس الوقت ما جاتش كيمال لولا هذيك يعني حبيت نجربها مش تشوفوهم يصلحوا ولا لا درت لهنا الطبقة الثانية عندي نصف لتر الحليب ما يعادل هنا يزوج كوستا ام والد هذو زائد شوية يعني حاولي ثلوث الكأس كاك بش تحصلوا على نصف لتر الحليب عندنا ملعقتين كبيرة من نشاء الذورة وملعقتين كبيرة من السكر تبالكم انا ندر ثلاثة هما مزوج يا لبنت السكر زوج بزايد يعني راح تكفيكم على خطر ما بعد سنزيدوا شوية على الشوكولات في الاخير هنا سما المغرف ما تعمرت ليش مليح انا زيت شوية مع الاخير سما زوج ملاعق كبار زوج ملاعق كبار مع مريل مليح نخلطوهم مليح تهما ونرفعوهم على النار بعد ما يطيبوا يختاروه سنزيدوا هنا الاضافات عندنا الحاجة اللولة يعني هي شوكولات اذا عندكم شوكولات حوبيباتها اديروا زوج مغرف كيما انا اذا عندكم هذه العادي تكاريات صغيرة اديروا حوالي خمس حبات ستة واذا عندكم هذك الكبيرة مثلا انتعدادات تحكمين هذك تعمية قرام عندها الحبة الكبيرة كفية 100 جرام تقسميها على 4 يعني تقسميها على 4 حوالي 25 جرام بزيت وضفت ثاني كما شفت معي ضفت شوية فانيلا راي ضرورية بزيت في هذا الخلطة هذي ولا في هذا الفلون هذا البيض على خطر ما فيه لا فلون لازم تنكهوه بالفانيلا وجبت بذور شي هذوك اللي كنت تغتصتهم في الماشف كيف تنفخوه وكيش جيل وتحبوا تستغنو عليهم تحليه غير هكا كما يعني بالطبقة طع الفارولة وطبقة ثانية تديرو هكا عادي ما تديروش غير بذورشية عادي بس حنتم هكا نديرو بذورشية راح تعد صحية اكثر هكا وضفت الطبقة الثانية البيضة دورشية اضفت بذورشية اعطيتها واحد القوام بعد روعة نعمرهم كامل كما راكم تشوفوا راح نضيهم انحطهم في الثلاجة حتى يبردو مليح ونقدمهم كما تحبوا انا زينتهم بشوية لقدرت لهم انصاف لحبات الفارولة الفوق تشوفوا معي الشكل نهائي ومشاء الله شوفوا كيف هجوا حتى في المنظر تحهم بذورشة وروعة تحلية راقية وفي نفس الوقت بسيطة راقية صح صح وصحية فيها الفارولة فيها بذورشية فيها الحليب ما فيها الشيسر السكر كنت شفتوا الطباقة اللولة ما ندرناش خلاص السكر الطباقة الثانية قدرنا نغرزه شو مغارف تقدروا تعوضهم باشياء اخرى صحية مثلا هكا يعني اللي حابة تعوض اي السكر باي حاجة صحية راح تقدر تعوضوا يعني شوفوا هنا هذي كما ديموليتها خرجتلي مليحة والثانية خرجتلي شوية وقتلكم شغول الفارولة غرقية مشغول الفلاو جاثت هكا الفارولة جاءت مديرة خرجة ما هيشم فيها اكثر لأكثر فاطل تنجح معروف ليكوني عادة معروف جمال فيها جمال ما يعتبر فلسكي ملابول عدد ان تمسكب ليكوني ملابول هي في لي كوب جات روعة وحتى في هذا المول جات ما شاء الله وشي هو في هذا المول شغل فيها شوية ريسك ممكن واحدة تنجح واحدة لا لا نتمنى اخواتي انها تكون عجبتكم هذا الوصفة واذا شتولي نستهل لي جام ديروا لي جام بزاف على هذا الفيديو بشي يطلعوا يوصل اكبر عدد ممكن من المشاهدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته